ويسأل عن قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذه السورة العظيمة هي سطر واحد ولكنها صورة عظيمة بينت آية من آيات الله وهي أن العاقبة للمتقين والنصر للرسول صلى الله عليه وسلم سبب نزولها أن كفار قريش كانوا يتشاورون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لا يهمكم محمد هذا عياله ماتوا أبتر يموت وينقطع ذكره وتكفون شرة وهو أبتر بمعنى منقطع مقطوع فرب العالمين أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة التي فيها تسلي عظيمة وفيها خير عظيم فقال إن أعطيناك الكوثر كوثر رجل بن عباس الخير الكثير في الدنيا والآخرة وما في الشك في أن الإسلام خير كثير وأنه عز في الدنيا وحياة حقيقية قال الله تعالى ويا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور والنور الذي أنزلنا وقال الله تعالى وكذلك أوحينا إريكا روحا من أمرنا ما كنت تدني ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم فهذا الخير العظيم ومنه نهر في الجنة اسمه الكوثر والحوض الذي في عرصات يوم القيامة فهذه نعم من الله تعالى أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وفضله بها إنا أعطيناك الكوثر هذه النعمة لك وشي الشكر ما هو الشكر فصل لربك وانحر هذا الشكر العملي بعض الناس الآن ما يعرف الشكر إلا القول الحمد لله الحمد لله الشكر العملي مهم جدا وهو استخدام النعم في طاعة الله صل الصلاة شكر وانحر الذبح لله تعالى فالهدايا والضحايا والصدقات أيضا من أعظم أبواب الشكر قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين ثم قال الله تعالى في الآية الثالثة إن شانئك هو الأبتر المبغض لك من الشنان والبغم المبغضك يا محمد هو الأبتر مهب أنت هو المنقطع من كل خير في الدنيا والآخرة ولذلك قطع عنه الخير في الدنيا وقتل مع من قتل في بدر والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم قدموا إلى النار والله تعالى يقول هذان قصمان اقتصموا في ربهم فالذين شفروا قطعت لهم ثياب من نار يطب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد فهؤلاء الواحد منهم هو الأبتر مشنون مهب النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله أنزل عليه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك لذلك في جميع القارات الآن في جميع القارات تسمع أشهد أن محمد رسول الله شهادة هذه تنطلق في الآفاق في جميع القارات يطلقها العربي والعجمي وغيره وتجد كل هؤلاء في صلاتهم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إذن من هو الأبتر؟ الأبتر هو الذي قاض الله تعالى عليه بالقطيع في الدنيا قلت إن لنسى الله للعافية كافراً وبقي سبة في العمر ولم يرفع له ذكر في التاريخ حسن ما ذكر بذكر حسن في التاريخ نعم هذا هو الأبتر حقيق إن شانئك يعني عدوك مبغضك الذي يقول إنك أبتر يا محمد لا هو الأبتر نعم